المطالب اللي طلبوها كلها مطالب مشروعة ومن حقهم من حق اي مواطن في مصر انه يعني يعيش مع اياك حرة كريمة وكلهم بيسعوا انهما يعني يعني يشتغلوا وياكلهم الايش ولازم يتنظم العمل بتاعهم لازم الناس اللي بقى يعني الجائلين دول لازم ينظم عادتهم ونشوفهم يعني عمل يبقى مستقر وحنشوف انا برضو حكلا انا مقدرش اوعد بحاجة دلوقتي لان دي ده حاجات نشمد سلطان دي نكلم فيها لكن انا عايز اقول ان احنا يعني في مشروعات خيرية بتتم انا مقدرش اكلم عنها دلوقتي لكن كل اللي انا شفتهم دول بنرسل طلباتهم وسيق تماما انه يعني خلال وقت ولاية جدا هتحل مشاكلتهم بطريقة او باخرى وربنا اضرار ان انا اسعد الكل على قد مقدر لانه خاصة يمكن عزب العلام عندهم ولاية العلام الحقيقة عن دهم الحقيقة مشاكل كتيرة وارض اللواء عن دهم مشاكل كتيرة وفي اماكن كتير دايرة بتاع الدقي والعجوزة فيها مشاكل كتيرة جدا ميت عقبة بيشتكوا برضو من حاجات كتير رغم رغم ان امكانيات الدايرة دي قوية جدا يعني لما تدرس الدايرة تلاقي دي مدينة رياضية انت عندك كم نادي نعم عندك نادي الصيد نعم ونادي الترسانة نعم ونادي الزمال نعم وبعدين عندك حتة ميت عقبة دي فيها اكاديميات وفيها فيها حاجات ممكن تطلع منها ابطال وخبالك فالتخصصية في الرياضة نفسها مش كل خدم بس انت عندك ملاكمة وعندك مصارعة وعندك العاب قوة وعندك يعني انت ممكن تخلق من ده اولا فرص عمل ثانيا تطلع منهم ابطال تطلع منهم افكار جديدة قدوة لبقية المحافظات ده دم دم الدراسة يعني دم الحاجات اللي احنا بيكلم عليها ان شاء الله في المواطعة دي وبين السرايات الحقيقة برضو ظلمت نعم بين السرايات عاوزة شغال جامع جدا وانا يعني انا حقيقة كنت عاوزة ارحلهم بكرة عامل جولة هناك ونعمل مطار معهم لكن طبعا بنحترم القواعد اللي صدرت لكن انا هروح لهم برلمان الفين لما عملنا ايه لجي يا ايه اللي عملنا لو احنا نرجع برضو نقول للناس ايه اللي حصل